السلام عليكم شميسات كديرين باخر لبس عليكم بكل سمناكم ان شاء الله تكونوا على خير وباخر كنا ننطي معكم الفيديو في النص ديال الشعبان اللي يجعلها ليلة ان شاء الله ديال استجابة الدعاء ومغفرة الدنوب ان شاء الله والله يدخل علينا رمضان بصحيحة وبالسلامة وبالهنا ومغفرة الدنوب وباش ما كان سمنا ويا ربي ان شاء الله اه هنا لبنات شاركت معكم سلو اللي حلو ولكن ما فيش سكار ما فيش دقيق البيض اه غتشوفوا معايا طريقة ساهلة المكونات يعني مكونات ديال سلو ديال دائما اه السلو الصعوبة فيه هو التنقية اما ضع ما سلو الصراحة ما كيجينيش انه يصعيب مهمة لبنات هنا يا اه لقيتوني حمرت اللوز اه في الفران استعملت اللوز بالقشرة واللوز بالقشرة اه يعني انا بالنسبة الفران ديالي يا البنات كنحمر اه كنشعل الفران من تحت ومن الفوق وكان ديرو على مية وخمسين كان ديرو على مية وخمسين باش كتحمر ليا اللوز والزنجلان مزيان وكيجي مقرمش يعني كل وحدة كتعرف الفران ديالها بالنسبة اللوزة البنات اللي بالجلدة ديالو فانا طحنتو طحنتو مزيان حسارت ضيتو في حال الزبدة خرج لي قاعدك الزويت اللي فيه واومنتو انا كنتحلوز وانا كن نحمر البنات الدقيق اه دقيق حمرتو في طنجرة البنات هادي الصراحة جدني ساهلة ما عدبتني هطنجرة عندي البنات ديال اينوكس اه انا استعملت جوج كيلو ديال دقيق فحمرت كيلو بكيلو درتو على نر مهيلة البنات كيف ما كتشوفوني راني دايرها على خمسة وكان حمرو يعني بشوية بشوية حتى تحمر على خاطرو ممحناتني صراحة ما كتلصق متاشي حاجة بل هو ما تغفلوش عليه يعني ضروري طحين ما تغفلوش عليه ضروري سكوني حداه ومرة مرة قلسك تقلبي فيه هنايا بالنسبة اللوز البنات فانا را ما كنزيد لي لا زيت لا زيت لا زبدة لا تشي حاجة كنحمرو وكان بقى كنطحن فيه حتى كيخرج قاع هاديك الزويت حتى كنوصل لهذاك القاوم اللي انا بغيت شوفوا هنايا كيفاش رضيتو رضيتو في حال الشكل ديال اعملو يعني رضيتو خفيف باش هاكا من بعد ما انطرش اني نستعمل آآ المواد دهنية بزاف فكنحاول انه الفواكه الجافة ننصغل لهم ونخرج منهم هاديك الزويتة ديالهم هنا بالنسبة لدقيق انا استعملت الدقيق الكامل استعملت هادي الدقيق ارينا دي سبيلتا بالنسبة اللي بناتلي في اسبانيا را ستلقاه تقريبا في غالي سيبير مارشي فاغين دي بوتخ بالنسبة لبناتلي في فرنسا بالنسبة لبناتلي كي سابعوني من دول اخرى فيقلبو يديروا لاتخاديكسيون انا الصراحة بالمغربية بالعربية كيعطني دقيق دقيق الجودار بالمغربية معرفش لبناتلي اسم ديالو مهم هذا واحد دقيق اللي صحي غني بالالياف غني بالبروتين وكيصلح للناس اللي عندهم كيكون عندهم مثلا مشاكل في الكوليستيرول ومشاكل في السقر لانه غني بالالياف ما تيخليش يعني السقر يطلع بالزربة زوين زوين مهم هناك فيما كتشوفو الدار كل شي دار يديه فاسلو كل شي كل شي خدام هنا بنسبة للزنجلان حتى هو البناتراني تحنتو بالنسبة لدقيق كان غرب له انافس اللي ما كان غربلش كل شي فقط كان غرب للدقيق لانه رك عارفة أنه منك تحمر كيبقي دير هادو كل حبيبات كانحكهم وذو كل حبيبات اللي كيبقى في حل هاك شوية لهم ديالهم بيض كانحيدهم لانه كيكونوا ما تحمروش نزيال فكانحيدهم كانخلي غير هاداك بدقيق اللي محمر باش هكا كيجي الماضاق ديال سلو زوين كتحسو بالماضاق ديال سلو زوين ما فيش هاداك البرودية هنا البناتراني بالنسبة لنافع وحبت حلاوة غي كنصهدهم ما كنحمرهمش غير كنصهدهم واحد شوية في المقيلة باش مين كيتطحنوا كيتلقوا هذيك نسمة ديالهم هنا يلا لاحظوا عندي لبنات جيشة الانواع عندي حبة حلاوة البلدية والحبة حلاوة العادية وبالنسبة لنافحته هو عندي حبة حلاوة عندي النافع البلدي وعندي النافع العادي انتوما البنات استعملوا داك شي اللي عندكم انا بما انه الصراحة عندي النافع البلدي ديال المغريب وحبة حلاوة فما كين محسن منهم لانه كيعطوا واحد نسمة خاصة واحد نسمة زوينة لسلو انتوما يلا ما عندكمش استعملوا غير العادي ماشي مشكلة انا خلطهما البنات بجوجه هنا كدوز باشا قنطحنهم بالنسبة لحبة حلاوة والنافع البنات ما كان غير بالهمش كان طحنهم مزيان ها الطحانة البنات اللي غيصولوني عليها هادي البنات على هاكي نفقها غفوغ كان طحن من دبشي عافسو كان طحن مزيان وصدبير عافسو ها الطحانة شنوداز عليها وباقى اخد داما المهم هنا يا البنات كيف ممشتورة غنطحنهم حسا غيوليو بودر ما كان غرب لهمش انا فقط كان غرب لدقيق والقرفة اللي بنت لي فحل هاكا شوية شوية غليضة ولا شي حاجة كان غرب لها حتى هي سينو النافع وحبت حلاوة كان طحنهم مزيان وما كان غرب لهمش وبالنسبة لطحانة البنات اللي طحنت بيها الزنجلان وطحنت بيها اللوز فارديما كنشاركها معاكم في الفيديو وخلاص المتسبعات ديالي يارب زاف اللي شراوها البنات اللي دخلو جداد كيتشن ايد لا مارك كيتشن ايد انا كنت خديتها البنات من امازون تقدروا تتاخدوا حسا من اللاباش ديال كيتشن ايد وهناي البنات راني موجده المقادير ديال سللو عندي هنا يا جوج كيلو ديال بقيق اللي حمرت بقاتلية من هالبنات كيلو وثمانمائة جرام هادره ما تشربش بزاف حال بقيق البيض هنا عندي كيلو ونص ديال زنجلان اللي محمر نص دياله طحنتو حتى اولي على هذك الشكل ونص دياله البنات انا خليتو صحيح ما هرمشتو ما تشي حاجة اللي بغدت تهرمشو يعني كل وحدة لها حورية الاختيار بالنسبة اللوز نفس الشي عندي كيلو ومئتين جرام نص دياله بالقشور طحنتو هالبنات مزيان حتى اولي في حال تطلق ذاك زويتة دياله نص دياله حمارسو بلاقشرة وهرمشو خليتو هكا كاملفا سكبارين كنزيدهم مع سل الفيلة من الاخر هنا يلعبنات عندي النافع وحب سح لاواك يفهم مشور عندي جوج ديال انواع البلدي ولرومي عندي ربعه ديال المعالق كبار ديال النافع مخلط favourite معالق كبار ديال حب سح الاوة وبالنسبة للقرفة فكذلك البنات عندي القرفة 1-4 دي المعالق مقبين دي القرفة أنا وخش بسامعي من المغربة البنات ولكن رها طالت يعني واحد لمدة انتم ميلة عندكم القرفة يلا هتحنتوها استعملوا غير جوج حسن ثلاثة دي المعالق براها كافين هنا بالنسبة للمحلي اللي غنحلي بي فأنا غنستعمل البنات الاريتريتول هذا واحد المحلي اللي طبيعي يا البنات طبيعي ما كيخسرش ليقو ما كيبدلش ليكم الماضاق غير ما تكتروش منه ما كيبدلش الماضاق ماشي في حال ستافيا وهذا لانديس غليساميك ديالو صفر ما كيطلعش سكر في الدم وحسن البنات اللي ما عندهوش مشكل في السكر وزيز عليهم سقطة بزاف وباغين ينقصوا شوية من الوزن أو لما باغاش تزيد تغلال فتقدر انها تستعملوا لانه فيه صفر كالوغي صفر ديال السعرات الحرارية يعني هذا راه ما كيطلعش في الوزن تقدروا تلقاوها البنات تفقاع المحلات اللي كيكونوا كيبيعوا المواد الطبيعية وتقدروا تلقاوها حتى في كارفور يسينو البنات راه حتى انلين راه كين كيتباع موين في اي بلاسة راه تقدر انكم تلقاوها هذا البنات راه 100% ناتيرل مياه في المياه الطبيعي الاريتريتولة البنات تقدروا تستعملوا في الحلوة في الكيكا في اي حاجة بغيتوا تستعملوها راه ما كيطلعش سكر البنات في الدم خودوه من الاحسن من الاحسن من الاحسن يكون بيو لانه الاغلبية اللي كتباع في السوبرمارشيك يكون مغير ويراتيا فحاولوا انكم تاخدوا بيو الى قدرتوا هنا بالنسبة المواد الدهنية اللي غنزيد معها غنستعملها لبنات الزبدة الزبدة حيوانية ما تخافوش منها لبنات انا غنستعمل الزبدة غنوريكم كيفاش غنديلها غننصيب حلدك بغنوازي غنخليها كالطبخ نحيد لهذيك الحليب ديالها هذيك الكشكوشة ديالها وغير هذيك الزويتة هي اللي غنضيفها مع اسل له سيغطوها لبناتي لكنتو غنضيف واحد الكمية اللي كبيرة بزدف عندك وديروا الزبدة بادك الحليب ديالها ضروري خاص الزبدة تحيدوا لهذاك الحليب ديالها المهم انا غنوريكم الطريقة في هاد الفيديو وبطبيعة الحال غنزيد واحدة الرشيشة ديال من الحراني ما حطيتها شو ولكن رغن نوريها لكم هنا المساند الرسمي للمغربية في سلو اختي لا مادرتيش سلو في البانيو راكي مادرتيش سلو والو بتقولي لي يا لعجلة والو البانيو اختي البانيو ديال سلو هنا لبنات درت الدقيق درت نافع وحبت حلاوة درت القريفة هنا كنزيد الزنجلان اللي تحنتوا مزيان وكنزيد اللوز حسا هو اللي مطحون مزيان اللوزة لبناتنا اللي تحنتوا بالقشرة واللي هرمشتوا بالقشرة هنا يا أختي لعندك شي عضالات فغط بديد لك الياه مع راسك بالنسبة لبنات اللي عندهم العجان فرع العجان اليوم ولا كيسهل أمور هنا كيف ماشتوا اراني زيت واحدة رشيشة ديال الملحة ضروري لبنات واحد شوية ديال الملحة باش كيوزن لكم هدك الطعم بالنسبة للسكار أنا را ما ضفتوش دقة وحدة بقيس كنضيف بشوية بشوية وانا كنخلط وانا كنضوق حتى وصلت للحلاوة اللي أنا كتعجبني أنا لبنات شخصيا استعمل 18 لمعلقة كبيرة يعني ما استعملتش هدك الطارو كامل لأن الطارو فيه نص كيلو أنا بقالية منه تقريبا 150 قرام على مقاضون ولا واحد الميتين المهم بالمعلقة كبيرة استعملت 18 لمعلقة كبيرة ديال السكار على حساب الحلاوة أنا اللي كتعجبني انتوما لبنات ديروا وضوقوا وخلاص اللي بغت تستعمل السكار العادي تستعمل السكار العادي اللي بغت تستعمل السكار البودرة تستعمل اللي بغت تستعمل العسل تستعمل أنا غير باش ندير الخاطر الجميع الأخوات اللي حاملوا فيها السكار اللي عندها شي وليد فيها السكار اللي هي فيها سكار شي حدي من العائلة فحاولت ندير شي حاجة باش شي واحد ما يبقى بلاش هنا البنات بنسبة الزبدة راني درتها إلى سبعة ونفوك تبدأ تغليلية ننقص عليها ونخليها كالطبخ حتى الحليب ديالها كله يتبخر هاد الكشكوشة راني نحيدها ونخلي غير الزويتة دياله هاد الشي نقول بالنسبة المبسادئات إلا ما بغيتو شي غملي لكم البنات سلو كنتو بغين تصايب واحد لكمية كبيرة الزبدة خاصكم تدروها في حالها كحتي يولي اللون ديالها في حال شكل ديال نوازيت وكطلع منها ريحة في حال ديال نوازيت أنا هنا لبنات استعملت 500 قرام ديال الزبدة في اللول درتغير الرابعة اللولانية ومن بعد عاو ثاني قعد زيت يعني كنضيفها بشوية بشوية لأن دقيق راكم معارفين كين بقيق لكيحتاج زبدة كتار كين بقيق لكيحتاج الزبدة قلي مهم أنا هنا العبار ديال ديال دائما 500 قرام ديال الزبدة حيت من هذيك الحليبة ديال وستعملته هنا بعد ما بقيت كان بلك فيه كان بلك فيه شوف تبار الله صفي أنا وصلت للقوام اللي بغيت وهنا البناز غنديرو فوحد الميكا وغنزير عليهم زيان غنخلي هيبات حتى الله غدليه باش هذوك العناصر كيتلقو باش كيتلسلو ذوك العناصر كينساجموا بناتهم ماشي بضرورة البناس إلا بغيتوا تخلطون دقة وحدة خلطوا دقة وحدة أنا صراحة سديت علي فديك الميكا مزيان وخليت ليلة كاملة في المغرب خلاص راك سدي لعند العطار كيد للكوليك حتى يردو لك زيت ما تحتاج يقعد تزيدي مع هل ازباد لا تشي شي حاجة مؤمن هنا يخذكم درس الرياضة مزيان انا محتاج رياضة وزي الدرس الرياضة إلا كنت بقى ليا شي حب بعد راه مشاهد مشاهد أخذ أخذكم ولت للكو سلو مزيان فأنا آخر حاجة عاد زيت الزنجلان كيجبني نخليها كصحيح باش مين نكون ناكل نحس بذلك تقرميش الزنجلان وذلك الطريفة اللوز وصافع وثاني نبقى 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 لك البنس مزيان حتى نساجم ليا جميع العناصر مع بعضياتهم وصافع وخليكم معي سوف نوريكم الشكل النهائي وبالصحة والراحة وليدرت تسلوا وبالصحة وراحة تتاكلوا وبالصحيحة وبالهناء وبالسلامة السلامة السلامة السلام على رسول الله هاتو مالبنس ما شاء الله واني بقيت عند الكلمة وعدكم سوف نشارك معكم سلو إن شاء الله لا بد من البارك ولا بد من الريحة الرمضر في الدار رمضر هي الريحة سلو صبح الله حمار الدقيق النافع مع القرفة مع حبة حلوة صبح الله سيخلي الريحة سلو في الدار كيف ما نحن تغرزت لنا في الدماغ من كل صغر نريد توليد نفس نحن نحن في خارج المغرب وليس نريد لدينا وليدت تقاليد كيف عندي الكثير حاملات رفع الأطقال الكثير حاملات وقال لي سأخذ صغر عفاك سلو بعدها لا تقوموا بالنافع والصغر سلو خفيف لا تشعروا نهائيا أنهم بطاق تقوموا على حق وطريق ويأتي في مدق ويجب أن تجربوا هذه المدق ويجب أن تجربوا لديهم أعافظ لديهم لكي تدخلوا لديهم ومثل نتمنى أن نكون نغذية جميع الأضواق لا تقوموا ويجب أن تكون بروكة بالنسبة لذلك السكر أقول أن يقوموا عن طريق لدي حتى الأخوات لديهم وليداتهم في السكر لا يريد أن يحرمهم من الحلاوة لا يوجد لديهم 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 طبيب وليداتك ويجب أن أتأكد هذا لا يوجد السكر ولكن ضرورة مرض السكري ويجب أن تأخذ لديهم سوف أتأخذها سوف يحل غير لا يكترون من الزر لأنه إذا كنتم سوف يستطيع إزهال إذا أزاد عن حده القلبة إلى ضد وصافي هذا ما كان البنات كانت منه وفيديو اليومي لديكم لديهم سأجمع لك لك ضد الزبدة لا تخاف الزبدة حيوانية لا تخاف منها سوف يكون غنية لفيتامين ك لديهم لفيتامين كي يضع الكالسيوم في حول الزبدة حيوانية لا تخاف لديهم المارغارين في حالة المارغارين أولا لم يكن قد اخذ المارغارين ثانيا كلها زيوت مهدرجة لا تخاف منها إذا لا تريد تخاف زيت الكوكو لا يوجد رائع الزيت الكوكو لا يوجد رائع وإذا كان رائع خفيفة لا يوجد مشكلة لا يوجد المارغارين لا تشرب زيت كوكو لا يوجد رائع هذا كان من الفيديو اليومين الإعجاب لكم إن شاء الله من هنا نشارك معكم وصفة رمضان ومشترية رمضان وصفة رمضان سوف ندخل هذا سوف ندخل في واحد سوف نغبره في مكان الذي يجب أنه يجب أن يكون أصدقائنا لدينا لم يكن لدينا وصفة رائع رائع مرطة رائع رائع مرطة رائع 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 وهذا ما كان سهلا وليا في رأسكم انطلقوا فيديو جديد إن شاء الله باي باي